مشاهدينا دلوقتي مجز لأهم وآخر الأنباء والأخبار مع دينات فضاليا دين شكرا لك بسانت أثامنا صباحا بتوقيت القاهرة السادسة بتوقيت جرينيتش مجز الأخبار من التلفزيون المصري أهلا بكم أقدت في العاصمة الفرنسية باريس محادثتنا بين مدير وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية وليام بيرز ومسؤولين كبار من مصر وقطر وإسرائيل لبحث اتفاق هدنة في قطاع غزة وعلن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي أن اجتماع باريس كان بناء ومشيرا في الوقت نفسه إلى أنه لا يزال ثمت خلافات يتعين على الأطراف المعنيين مواصلة بحثها هذا الأسبوع في اجتماعات أخرى فيما يتصل بالخطوط العريضة للاتفاق الذي يتم بحثه في باريس أشارت صحيفة نيويورك تعامز إلى هدنة أولى تستمر ثلاثين يوما ويفترض أن تتيح الإفراج عن النساء والمحتجزين الأكبر سنا والمصابين مقابل إطلاق أسرى فلسطينينا في السجون الإسرائيلية وأضفت الصحيفة الأمريكية أنه خلال هذه الفترة يجري الأطراف مفاوضات تتناول تفاصيل مرحلة ثانية يتوقع أن تستمر أيضا ثلاثين يوما سعيا إلى الإفراج عن الرجال والجنود تواصل سلطات المصرية تقديم كافة أوجه الدعم والتسهيلات لدخول المساعدات إلى قطاع غزة حيث عبرت 47 شاحنة لمنفذ العوجة في معادة الشاحنات من معبر كرم وبوسالم بسبب عدم سماح الجانب الإسرائيلي لها بالعبور هذا ووجه صائق الشاحنات الشكر لسلطات المصرية لتسهيل دخول معبر رفح المصرية مؤكدين أن المنى والتعند جاء من الجانب الإسرائيلي دارت معارك عنيفة بين جيش الاحتلال والفصائل الفلسطينية في مدينة خانيونس جنوب قطاع غزة وأوضحت الفصائل الفلسطينية أنه تم تكبيد قوات الاحتلال الخسائر في المعدات والأرواح حيث تم استهداف أربع دبابات مركافة بقذيفتين ياسين 105 ويأتي هذا في الوقت الذي أفادت فيه هيئة البتل الإسرائيلية بن سحاب الوائن الرابع والخامس والخمسين من قطاع غزة بعد انتهاء مهمتهما هناك أدانت مصر بأشد العبارات الهجوم الإرهابية الذي تعرض له أحد المواقع للحدود السورية الأردنية وشددت الخارجية في بيان على ضرورة مواجهة كافة أشكال الإرهاب ونبذل كل صور العنف بما يكفل استقرار المنطقة قال الرئيس الأمريكي جو بايدن أن الولايات المتحدة سترد على هجوم أصفر عن مقتل ثلاثة عسكريين أمريكيين بقاعدة على الحدود السورية الأردنية وأكد بايدن في تجمع انتخابية أن واشنطن ستحاسب كل المسؤولين عن الهجوم في الوقت المناسب وبالطريقة التي تختارها الولايات المتحدة ومن جانبه تعهد وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستون بالرد على من يقف وراء الهجوم في الوقت النفسي قال مسؤول أمريكي أنه يجري تقييم حالة 34 عسكريا على الأقل للاشتباه في إصابات بالدماغ أشرف الزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أونج على اختبار إطلاق صاروخي كروز من غواصة وذكرت وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية الرسمية أن صواريخ كروز حلقت في السماء فوق بحر الشرق لتضرب الجزيرة المستهدفة في المقابل على النجاش الكوري الجنبي أنه رصد إطلاق صواريخ كروز بالقرب من المياه المحيطة بمنطقة سامبو في كوريا الشمالية ورياضيا خسر المنتخب الوطني الأول لكرة القدم أمام مناظره منتخب الكونغو الديمقراطية بدربات الترجيحة بنتيجة سبع ثمانية في دور الستة عشر بطولة كأس الأمم الإفريقية المقامة حاليا في كوتيفوار وودع منتخب مصر البطولة فيما تأهل منتخب الكونغو الديمقراطية إلى الدور الربع النهائي ليواجه منتخب غينيا الذي تأهل بعد تغلبه على منتخب غينيا الاستوائية بهدف نظيفة وقد انتهى الوقت الأصلي لمباراة بالتعادل الإيجابي بين المنتخبين من نتيجة واحد واحد إذ تقدم منتخب الكونغو بهدف في الدقيقة السابعة والثلاثين ثم أدرك منتخب مصر التعادل بهدف من ركلة جزاء في الدقيقة الخامسة والأربعين سجلها اللاعب مصطفى محمد ختم مجاز السامنة الفاصل ونعود لحظاكم استكمال بقي فقرات صباح الخير يوم مصر